قال معالي الدكتور ثاني زيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن نمو تجارة الدولة الخارجية خلال العام الماضي بنسبة 17% جاء نتيجة لانفتاح اتصاد الإمارات على دول العالم بالإضافة إلى الخطط والتغييرات التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الماضية مبارك للقيادة ومجتمع الأعمال ومبارك لأن الشعب دولة امارات الأرقام التاريخية لعام 2022 تجاوز فيها الأرقام التجارة الخارجية 2.2 ترليون درهم بنمو 17% مقارنة في العام الماضي المميز فيها أنها أكبر من النمو العالمي الذي كانت تقريبا بحدود 12.2% وهذا بين أن السياسات الانفتاح والتغييرات التي تم القيام فيها خلال السنوات الأخيرة كانت تعطي نتائج إيجابية في الدفع هذه الأرقام للنمو ومواصلة العلاقات المتميزة مع دول العالم اقتصاديا وتجاريا إذا نتكلم عن تفصيل هذه الأرقام كان هناك نمو كبير في صادراتنا بنسبة 6% مقارنة في العام الماضي وصلنا فيها الـ 360 مليار درهم وارداتنا أيضا كانت فيها نمو ضخم تجاوز 22% وصلنا للـ 1250 مليار درهم عادة تصدير أيضا كان هناك نمو متميز بالنسبة 14% وصلنا وتجاوزنا 600 مليار درهم لأول مرة وصلنا 614 مليار نتميز في عادة التصدير أنها فيها سلع استراتيجية نتكلم عن هياكل وأجزاء من المحركات والطائرات نتكلم عن المعادن الثمينة وهي كلها إطافة في السلع الإماراتية التي تذهب إلى دول العالم